أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وذلك لأعداد الكوادر المؤهلة بكافة القطاعات وتوعيتهم بمختلف التحديات التي تواجه الأمن القومي جاء ذلك خلال احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان والتين ضمتها الدورات رقم 45 من كلية الحرب العليا والدورة رقم 51 من كلية الدفاع الوطني والدورة رقم 23 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية كذلك الدورات رقم 71 أركان حرب عام والدورتين رقم 43 و44 أركان حرب تخصصية وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وضمت تلك الدورات عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم عقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان تناول الإسهامات العلمية والبحثية التي تقدمها الأكاديمية وكلية القادة والأركان وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكل من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان عقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخرجين وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخرجين نوط تدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مدة دراستهم بالأكاديمية وكلية القادة والأركان وفي نهاية الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخرجين كما هنأهم على ما حققوه من إنجازات طوال مدة الدراسة وأوصاهم بضرورة استكمال سعيهم إلى العلم والمعرفة مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لإعداد الكوادر المؤهلة بكافة القطاعات وتوعيتهم بمختلف التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري كما أشار إلى أن القوات المسلحة المصرية أصبحت قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من كوادر بشرية مدربة وتسليح متطور يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها ومهامها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته